أهلا بكم مشاهدين والبداية من تطورات القتال في السودان وبعد انتهاء هدنة اليوم الواحد اتهم مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطى قوات الدعم السريع بمواصلة نهب المنازل والمتاجر في المناطق المدنية بالعاصمة الخرطم الليل عيدنا الليل عيدنا وحسا أنا بعيد عليكم لا في الدفاعات سمحت أنه أخوانكم في بعض الجنجوين وعدد كبير دخل بيوت قريبة من هنا ينهب فيها حسا وحدة من وحدات العمل الخاص أخوانكم حسي الآن مش طوقوا أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أطلق سراحي 125 جنديا سودانيا كانوا محتجزين لدى قوات الدعم السريع وقالت اللجنة أن أطلق سراحي الجنود جاء بطلب من طرفي استراعي في السودان تنضم إلينا من ولاية نهر النيل مرسلتنا سالي بابكر سالي مرحبا بك معنا كيف تتابعين إذن الأوضاع الميدانية هل من بوادر لوقف إطلاق النار أو على الأقل خفض التصعيد بعد هذه الخطوة من الدعم السريع في الإفراج عن المعتقلين وأيضا الخطوة من الجيش عن أنهم سيخفضون القتال قليلا نعم احتدمت الشباكات بين الجيش والدعم السريع بعد أن كان الهدوث سائد خلال ساعات النهار أمس في العاصمة الخرطوم وكانت الشباكات أغلى حدة أو تراجعت حدتها من مغاناة بالأيام الماضية إلا أنها احتدمت منذ عصر أمس وحتى الساعات الأولى من صباح هذا اليوم حتى قبل قليل احتدمت الشباكات بالأسلحة الثقيلة في جنوب أم درمان هذه المنطقة التي على ما يبدو في الأيام الماضية الشباكات فيها على أشدها وكان هناك دوي انفجارات في جنوب أم درمان وخاصة منطقة الفتحاب والمنصورة غرب أم درمان كذلك أيضا في صباح هذا اليوم وحتى قبل قليل كانت هناك الشباكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة شمبات بشمال مدينة الخرطوم بحري كذلك أيضا احتدمت الشباكات في منطقة جنوب الخرطوم هذه المنطقة التي محتدم فيها الشباكات منذ اندلاعها وكانت في الأيام الماضية هناك سقوط للقضائف أدت إلى سقوط قتلى وجرح فيها مستمر فعل الشباكات منذ اندلاعها وحتى اليوم حتى ولو انها تبدأ قليلة ومتقطعة ومتباعدة إلا انها تحتجد ما بين حين وآخر كذلك دوي انفجارات عنيف حول محيط مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم هذه المنطقة التي قد هدأت منذ أيام ولم تتجد فيها الشباكات بين الجيش والدعم السريع لأنها اليوم سمع دوي انفجارات عنيفة في تلك المنطقة حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم ويعني في أجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم ماذا عن دارفور إطلاق نار كثيف في جنوب وشمال أم درمان هذا ما كنت سأتوقع إليه هي تجد للشباكات أيضا في مدينة زالنجي في وسط دارفور هذه الولاية التي احتدمت فيها للشباكات أيضا منذ اندلاعي وهذه الولاية طبعا هي هشة في الأصل وملتهبة بسبب الصراعات القبلية والحروبات كثرت الحروبات فيها نسبة لانتشار المجموعات المسلحة المتفلتة في تلك الولاية بعد اندلاع هذه الشباكات فقمت فيها هذه الأزمات وإزادت الأوضاع الأمنية والإنسانية سوءا برغم أنه ساد الهدوء فيها أيضا نسبيا خلال يوم أمس هو أول أيام عيد الأطحى المبارك إلا أنها اليوم أيضا تجدت للشباكات في مدينة زالنجي في وسط الولاية وأيضا لا زالت مدينة الجنينة في غرب دارفور محاصرة وتعاني من الحصار حتى الآن ومطوقة بالقوة العسكرية ولا يستطيع سكانها العدد القليل المتواجدة في هذه المدينة الخروج منها حتى الآن إلى الحركة الطفيفة لقضاء احتياجاتهم الأساسية داخل هذه المدينة ويعانون من أوضاع إنسانية وأمنية صعبة جدا في تلك الولاية وطبعا هي أعلن أنها منطقة أو ولاية منكوبة كما جاء على لسان في تصريح سابق على لسان حاكم إقليم دارفور من ياركو من ناوي الأوضاع الإنسانية هل هناك بالتزامن مع محاولات وقف القتال في دارفور والتي كما قلت يبدو أنها لم تجدي نفعا وأيضا محاولات بوادر الدعم السريع واستجابتهم للضغط هل تجدين بأن الأوضاع الإنسانية أفضل بقليل؟ هل هناك معابر فتحت؟ يعني يمكن أن نقول الهدنة أمس أو هذه المفاوضات المحاولات ومبادرات من داخلية ودولية لإيقاف النار في إقليم دارفور يمكن أن نقول تراجعت حدة الشباكات فيها وأصبحت متقطعة ومتباعدة يعني ساد فيها الهدوء نسبيا لكن يعني يمكن أن نقول قد نجحت إلى حد ما كوقف لإطلاق النار ولكن إنسانيا لم تنجح حتى الآن في معالجة الأوضاع الإنسانية ولم تصل أي مساعدات سوى لمدينة الفاشر بحسب مفوضية العون الإنساني التي تحدثت في بيان السابق في الأيام الماضية أنها حاولت إيصال المساعدات لمدينة الفاشر الواقعة شمال دارفور وساهمت هذه المساعدات الإنسانية ولو بجوزة بسيط في انفراج هذه الأزمة لكن بقية المدن لازلت تعاني من أوضاع إنسانية كارثية بالفعل في تلك الولاية دارفور غرب السودان من ولاية نهر النيل مراسلة المشهد سالي بابكر على كل هذه المعلومات